محافظة شبوة جنوب اليمن تبعد عن العاصمة المؤقتة عدن 385 كم إلى الشرق تتأهب أمنيا بالتزامن مع وصول الحكومة ومجلس النواب ومجلس القيادة الرئاسي اللجنة الأمنية عقدت اجتماعا استثنائيا ناقشت خلاله التطورات الأمنية والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتأمين المرافق والمنشآت الاقتصادية السيادية اللجنة الأمنية أكدت على رفع جاهزيتها القتالية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمجابهة أي تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية أي كانت بصورها ونوعها وموقعها اللجنة أكدت أيضا في اجتماعها على ضمان استمرار حماية المواطنين ومرافقهم الخدمية والممتلكات العامة والخاصة شبوة كانت جزءا من صراع بين قوى الشرعية من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى شهدت صراعا سياسيا حادا على السلطة المحلية فترة المحافظة محمد بن عداو الذي كان محافظا لها من نوفمبر حتى ديسمبر 2021 شبوة التي نشاهدها الآن على الصورة تشهد استعدادات أمنية تحادي المساحتها ثلاث دول عربية مجتمعة وهي الكويت والبحرين وجيبوتي وتتكون من سبع عشر مديرية وعاصمتها عتق وهي مسقط رأس عبدالله العليمي أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اشتركوا في القناة